فرح يوسف ممثلة مصرية معروفة بدأت مشوارها في سن صغير وشاركت الفنان يحيى الفخراني في بدايتها لتحقق بعد ذلك مسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الدراما والسينما المصرية ولدت الفنانة المصرية فرح يوسف في يوم 11 نوبمبر من سنة 1982 في محافظة الأسكندرية لعائلة مصرية بسيطة درست فرح جميع المراحل الدراسية في الأسكندرية إلى أن تخرجت من السينوية العامة لكن لم تكن النجمة المصرية مهتمة كثيرا بالدراسة حيث لا يوجد معلومات ما إذا كانت دخلت المرحلة الجمعية أم لا نشأت فرح يوسف على حب الفن والتمثيل حيث وقفت أمام عدسات الكاميرات لأول مرة وهي في سن التاسعة في بطولة أحد الأعمال الفنية وفي عام 2003 عادت فرح للمشاركة الفنية عندما قدمت لها المخرجة المعروفة رباب حسين الفرصة للوقوف أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني في المسلسل الشهير الليل وأخره وجسدت فرح دور رانا لتعود في نفس العام وتقدم دور في المسلسل غدر وكبرياء بطولة الفنان كمال أبو راية والنجمة لوسي أما بدايتها الحقيقية فكانت في عام 2007 عندما جسدت دور دعاء في فيلم الماجيك مع الفنان أحمد حاتم وعدد كبير من النجوم الشباب مثل الفنان عمر عابد وكريم آسم نالت شهرة واسعة بعد نجاح فيلم الماجيك وأثبتت الموهبة الكبيرة والحضور المميز الذي تمتلكه أمام عدسات الكاميرات لتنهال عليها بعد ذلك الأعمال الفنية المختلفة قدمت الفنانة فرح يوسف الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الممتدة حتى هذه اللحظة ووقفت أمام كبار نجوم الدراما مثل الفنان الكبير يحير فخروني وشاركت في مسلسلات مثل لحظات حرجة مواعد معلوحوش نابليون والمحروسة مجحرة زواج بالإكراه استيفا سقوط حر الجماعة في جزء الثاني الأخ الكبير أما على المستوى السينمائي فكانت مشاركتها كثيرة نذكر منها فيلم قبلات مسروقة وورقة شفرة وعين شمس وبلد البنات إبراهيم الأبيض المركب الفاجومي مولانا حمام سخن قصة حب أما عن حياتها الشخصية فتزوجت الفنانة فرح يوسف من شخص من خارج الوسط الفني ولم تذكر أي معلومات حول زوجها سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام ورزقت منه بابنة واحدة أطلقت عليها اسم ليل تعتبر الفنانة فرح يوسف من النجومة الذين يؤدون الكثير من المشاهد الجريئة سواء في السينما أو التلفزون ولعل أبرز هذه الأدوار كان خلال مسلسل قبلات مسروقة بطولة الفنانة يسرى اللوزي والفنان أحمد عزمي وعلى الرغم من الانتقاضات الكبيرة التي تعرض لها المسلسل لما تضمنه من مشاهد جريئة إلا أنه حصد العديد من الجوائز ولعل أبرزها جائزة أفضل مسلسل من مهرجان الأسكندرية السينمائي وحصدت وقتها الفنانة فرح يوسف جائزة أفضل ممثلة وعندما تم سؤال النجمة المصرية عن رأي عائلتها بالأدوار التي تقدمها صرحت أن عائلتها دائما تدعمها كما أنهم مقتنعون تماما بكل الأدوار التي تشارك بها